عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأعمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وقد أوضح مجلس الوزراء في بيان له أن الحكومة قد استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير موعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط ومن المقرر أن يتم البدء غدا في تنفيذ قرار تغيير موعيد تخفيف أحمال الكهرباء حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء